الوحدة الثامنة، الوظيفة الثانية للإدارة المدرسية، وظيفة التنظيم عناصر موضوع التنظيم، سنتحدث عن مفهوم التنظيم باعتباره تقسيم أوجه النشاط اللازم لتحقيق أهداف المؤسسة وتجميع كل نشاط في قسم مناسب وتفويض للسلطة وإقراء التنسيق المناسب وظيفة التنظيم تطلق على الجهود التي تبدل بقصد تحديد الأعمال المطلوب تنفيذها وتقسيمها إلى مجموعات توزيع الأعمال على الموظفين بما يضمن عدم الازدواجية توفير بئة عمل مناسبة للعمل بروح التعاون والانسجام تحقيق الأهداف المتفق عليها مبادئ التنظيم الإداري في هذه المحاضرة سنتحدث عن مبادئ التنظيم الإداري بالإشارة إلى ثمانية مبادئ سنتحدث عن مبدأ وحدة الهدف سنتحدث عن مبدأ التخصص وتقسيم العمل وعن مبدأ وحدة القيادة وعن مبدأ تكافأة السلطة مع المسؤولية وعن مبدأ تدرق السلطة ومبدأ تفويض السلطة ومبدأ نطاق الإشراف ومبدأ التوازن والمرونة في هذه المحاضرة سنتحدث أيضا عن أنواع التنظيم بالإشارة إلى التنظيم الرسمي الذي يستند إلى المركز الرسمي لشاغل الوظيفة ويهتم بتحديد وحداته الإدارية المختلفة سنتحدث أيضا عن التنظيم غير رسمي ذلك التنظيم الذي يقوم على شبكة العلاقات الشخصية والاجتماعية بين أعضاء التنظيم الرسمي